موسيقى مما صار يشبه الإجماع ليس عند الشعب الجزائري وعموم الجزائريين بل عند حتى السلطات والنظام القائم في الجزائر أن حكومة عبد العزيز جراد حكومة فاشلة بمعنى الكريم وقد ظهر ذلك في آخر ظهور لعبد المجيد تبون عندما غادر الجزائر في اتجاه ألمانيا لإجراء عملية جراحية وكان ذلك في العاشر من شهر جنوبي 2021 حيث قال بالحرف الواحد الحمد لله الدولة واقفة ما زلت ماشي يوم والحكومة مثل ما قلنا فيها وعليها إن شاء الله هذا هو شكرا وإن كان عبد المجيد تبون حاول أن يظهر بعض السخرية ولكن في مثل هذه المواقف لا مجال فيها للسخرية ولا للضحك بل أنها مدروسة والكلمة واضحة أنه هناك عدم رضا عن كل الحكومة بل أن المعلومات المتوفرة تقول بأن الإجتماع الذي دار بين عبد المجيد تبون وشنجريحة سعيد شنجريحة أنه تم الحديث عن الحكومة وأبدت السلطات العسكرية عن عدم رضاها المطلق عن هذه الحكومة القائمة وعن عدد من البوزراء ويكاد تكون أغلبيتهم الكبيرة إذن الغضب واضح الحكومة فاشلة بمعنى الكلمة عبد المجيد تبون مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية وتوليه لمهامه في فطرة وجهزة شكل الحكومة الحكومة واضحة ليست حكومة كفاءات بل حكومة ولاءات حاولوا شراء ظمم بعض الأطراف إرضاء أطراف أنه كان عبد المجيد تبون في تلك الفطرة يريد فقط إرضاء بعض الأطراف وبعض الدوائر وخاصة أن الأمور جاءت بعد رحيل الفريق أحمد جيد صالح الذي كان هو مهندس ذلك المسار الذي أفضى إلى وصول عبد المجيد تبون إلى منصب الرئاس كل المعطيات والمعلومات تؤكد أنه هناك تغيير في الحكومة وكانت لدي معلومات أخرى من قبل تتحدث أن التغيير كان سيحدث مباشرة بعد عودة تبون إلى الجزائر ولكن أولوية توقيع قانون المالية الدستور وبعض الأولويات داخل هرم السلطة التي تجري عملية ترتيبها وفق رؤية جديدة يقودها شنجريحة والدوائر المقربة منه وفي مقدمتها الجنرال توفيق خالد نزار هذه الترتيبات التي هي ترتيبات واضحة لتفكيك تركة القايد صالح أجلت هذا التعديل الحكومي ولاحظنا حتى إقالة وزير النقل لم يتم تعويضه بل كلف وزير آخر بتولي المهام بصفة مؤقتة إذن أنه كان من المفروض سيتم حل الحكومة ولكن رجوع الرئيس الذي كان رجوع إجباري فقط لتوقيع قانون المالية كما قلت وبعد ذلك عودته إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لهذه اللحظة لم يظهر شيء عن عمليته الجراحية لا خبر جديد ما هي طبيعة هذه العملية وإن كانت هناك بعض المعلومات تقول أن الأمور قد وصلت إلى بتر بعض أصابع الرجل وهناك من يتحدث عن بتر الرجل قضية بتر الرجل ليست لدي معلومات ولكن عندي معلومات من دوائر معينة تقول أن فيها عملية بتر أصابع لم تتأكد إلى حد الآن ولم تؤكدها السلوطات ننتظر ما ستقول إليه الأمور لاحظ أمر آخر أن هناك جرت عملية اتصالات مع بعض الشخصيات السياسية وهناك اتصالات مع وزراء سابقين وهذا الأمر دأ أبو علي حتى في تشكيل حكومة عبد العزيز جراد اتصلوا ببعض الأشخاص وعندي شخص أعرفه شخصيا ولا داعي أن أذكر اسمه حتى هو يكشف عن نفسه يوما أنه تم الاتصال به من أجل أن يكون أو يتولى حقيبة وزرية ولكنه في آخر دقيقة تم العدول عن ذلك حيث أنه كما لاحظنا وشفنا أنه بالعيد الذي كان ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية وكان مسؤول الإعلام عندما أعلن الحكومة هناك أسماء وزراء لا يمكن أن يقرأهم بطريقة سليمة لأن الورقة غيرت في آخر دقيقة وهناك أشخاص تم الاستغناء عنهم وهناك أشخاص تم جلبهم في آخر دقيقة إذن عملية تشكيل الحكومة كان عملية استعجالية ولا يمكن أن تصل إلى نتيجة طيبة بلا أدنى شك اتصالات كحدثت مع شخصيات سياسية وهناك من رفض تولي منصب الوزير الأول وهذه الاتصالات ما زالت جارية إلى حد الآن السلطة تبحث عن شخصية تكون لديها بعد سياسي يكون عندها نفوذ سياسي يكون عندها غطاء سياسي تتولى الحكوم الرئيس ليس له غطاء سياسي ويزيد وزير أول ما عندهش غطاء سياسي راح يكون هذا النظام والله يدي فيه الريح جي لذلك الآن يبحثون عن شخصية تكون مقبولة لدى الشارع الجزائري لأن المعطيات التي لدى الأجهزة الأمنية والتقارير التي رفعت تتحدث عن انفجار وشيك أو أن الشارع يغلي قد ينفجر يوما ما وهذا الذي لا يمكن أن تقبله السلطة ولا تريد أن تقع فيه لذلك الآن يبحثون عن شخصية مقبولة تكون لديها تأثير سياسي يكون لديها قابلية لدى الشارع الجزائري وأيضا لديها قابلية لدى دوائر السلطة الخفية لأن هذه السلطة بقدر ما هي مستبدة ومتجبرة وتحقر الجزائريين ولا تعطيهم أهمية ولكن عندما يتعلق الأمر بشارع ويتعلق الأمر بانفجارات محتملة دائما يحاولوا يوجه حقنات تسكيل للشارع وقطع الطريق على الذين يدعونا إلى عودة الحراك الشعبي وإلى المظاهرات وما إلى ذلك إذن الجاري الآن هو أن هناك اتصالات مع شخصيات مختلفة عندنا بعض الأسماء لكن نفضل أن لا نذكر الأسماء حاليا حتى تتأكد أو يتحدثونهم بأنفسهم كما قلنا أن هذه الحكومة ثابت عليها أنها حكومة فاشلة وأنها حكومة لاحقتها الكثير من الملفات السيئة حيث فشلت هذه الحكومة في مواجهة وباء كورونا واضح فشلها فهي لم تستطيع إقناع الجزائريين بعدم الخروج للشوارع بالالتزام بضوابة الصحية والإجراءات الصحية المتبعة لدى كل دول العالم هذه لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر